الامساك ايه قصة الامساك هقولها بتكلم على اكتر من 80% الى 85% من اللي عندهم امساك ما بتكلمش على 100% من اللي عندهم امساك اطلقت انا بتكلم على معظم كلمة معظم في الطب عديد 80% من 80% الى 85% من اللي عندهم امساك اسمه امساك اعتياد يعني ايه اعتياد نقولها بالطب للدكاتر الاعاديين ولولادنا الطلبة متعود يعني ايه الجسم سبحانك الله يا رب سبحان الله والله ان فيه ساعة بيولوجية ساعة بيولوجية ساعة ربنا حتطالك جوه كده الساعة 8 الصبح تديك الاحساس بالتبرز كل يوم 8 الصبح تديك احساس بالتبرز الطبيعي اللي هو ما عندوش المشكلة يلاحظ هذا بلاش 8 الصبح 9 بالليل يلاقي كل يوم 9 بالليل الساعة تشتغل عايز يتبرز يخش الطويلت يخلص المشكلة خلاص طيب انا تلميز والعربية المدرسة بتيجي 8 وربع والساعة البيولوجية بتسغل الساعة 8 هخش امتى الطويلت يطنش يطنش هذه الساعة البيولوجية يجي لأحساس تبرز وهو يطنش شهر شهرين ثلاثة تبطل تشتغل ينهر حوس ينهر حوس الساعة البيولوجية اللي ربنا عاملها تبطل تشتغل اه مش هتديك احساس تبرز وبالتالي البراز ينزل في المكان اللي مش حد قد له يحصل ايه يمتص منه الميا هو الساعة البيولوجية اشتغلت ايه عشان البراز لذج هذه اللذجة اللي تديك احساس تبرز انما ناشف ما تديش احساس خالص ما تديكش احساس تبرز ومش بس كده ده ابتدى يقفل المنطقة ده بقى حجرة فهو ده سبب الامساك في معظم الحالة اللي منشوفه ان يكون امساك اعتيادي انت اللي عملته كان بيجيلك احساس التبرز واتطنش انت اللي عملته وبالتالي يوم ورا يوم ورا يوم ارجعك تاني انبه الساعة البريولوجية باكلات معينة وحاجات معينة تخلي كده انما الادوية الملينة مش هي الحل مش هي الحل انا عايز ارجعك تتبرز يوميا لوحدك من غير ده وكيفه ان احنا نخلي الساعة البريولوجية تشتغل تشتغل زي باكلات معينة يعني الحاجات اللي هي تعمل تكبر حجم البراز وفي نفس الوقت يبقى لازج لازج زي الاراسيا ما احنا في رمضان اهو الاراسيا السودة دي اروع ما يمكن في انها تعمل لك براز لازج وتديك الاحساس بالتبرز فاللي بيأكل بالليل او قبل الفجر زبادي عليه ردة كمية كبيرة عليه عسل نحل بعديها يأكل برتقان ثم اراسيا والصبح يحط البوس الجلسرية حيحل المشكلة او نحل المشكلة في 80% من البني ادمين او 85 تقولي طب مجازة انا عندي مرض ترجمة نانسي قنقر